بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقتنا النهاردة عنوان الحلقة النهاردة بيكلم على النانو سيرفر ايه بقى قصة النانو سيرفر دوت او نانو سيرفر احنا في الحلقات اللي قبل كده اتفقنا ان احنا في عندنا سيرفر اسمه جيو اي جرافكال يوزر انترفيس تمام وبعد ما عملنا جرافكال يوزر انترفيس عملنا سيرفر بعديه اسمه سيرفر كور ولكن مايكروسوفت لقيت ان فيه بعض المشاكل او بعض الحاجات اللي بتخليها ما تقدرش تنافس بشكل كويس قوي في الفيرشواليزاشن ماركت ايه هو الفيرشواليزاشن ماركت دايما مايكروسوفت بيكون لها منافسين اكيد في اي سوق فمن ضمن المنافسة اللي مايكروسوفت بتطمح اليها هي ان هي تدخل في سوق الفيرشواليزاشن او ان هي تحول الى اجهزة بتاعت الكومبيوتر بدل ما انت تشتغل على اجهزة فيزيكال موجودة عندك في الانفيروم بتاعتك ولكن يكون عندك سيرفر كبير بي في سيرفر السيرفر دا امكانياته ضخمة فبناء انا عليه تقدر تخلي او تكونفرد الفيزيكال ماشين تبقى كلها فيرشوال ماشين زي اللي احنا بنشتغل عليها في الكورس كده تبقى بروداكشن سيرفر فعلا شغالها فكانت في ميزة نسبية لفي ام وير شركة في ام وير عن شركة مايكروسوفت ان شركة في ام وير لما بتيجي تنزل الفيرشواليزاشن بتاعتها بتنزلها على السيرفر من غير اوبراتينج سيستم ضخم بتكون تول صغيرة كده فالتول الصغيرة دي بتخلي استخدامك في الفيرشواليزاشن بتستخدم كل الريسورس اللي موجودة داخل هذا السيرفر ولكن مايكروسوفت لما بتيجي تستخدم فيها الهايبر في لازم لازم بتروح منزل الابراتينج سيستم 2016 او 2012 وطيفر ايه هو الابراتينج سيستم بتاعك وبعد كده تروح منزل عليه الهايبر في وتنزل عليه الماشينز بتاعتك فبناء عليه في استهلاك من الميموري بتاعتك داخل الابراتينج سيستم فعلشان كده مايكروسوفت رح يتعامل حاجة جديدة اسمها نانو سيرفر النانو سيرفر ده بتنافس بيه السيرفر بتاعت الفيموير او اي شركة تانية بتقوم على مفهوم الفيرشولايزاشن حاجة اسمها بيرميتل البيرميتل يعني يعني بستخدم الماشينة على الحديدة كده يعني يعني انا ما قدرش اروح اقعد قدام السيرفر وعمله منيج ولكن لازم امنيج هذا السيرفر ريموتلي نظرا لصغر حجم الابراتينج سيستم اللي نازل ولكن الابراتينج سيستم اللي نازل نازل بس علشان ننزل عليه الفيرشول الماشينزا او اي رول اخر في بعض الرولز هنتعرف عليها ونعرف ايه هي الرولز اللي بيقدمها النانو سيرفر طبعا النانو سيرفر من ضمن الحاجات اللي هما كتبينها في الموك بتاع الكورس انك ما ينفعش تأب جريد النانو سيرفر فالناس تقعد تقول لك يا انا ربي ما ينفعش تأب جريد النانو سيرفر طب ليه يا جماعة سبب بسيط جدا النانو سيرفر يعني دايما لما بنجي نأب جريد بنأب جريد الفيرشن القديم للفيرشن الحديث فلو عندنا 2012 يبقى نأب جريده ل2016 مثلا ولكن النانو سيرفر اول مرة ينزل في 2016 فهتأب جريده لإيه تمام فان شاء الله لو فيه عمر يعني ونزله بعد كده سيرفر 2020 مثلا هتلاقي اني نازل فيه نانو سيرفر فنبتدي نتكلم على بتاع النانو سيرفر سيرفر فنانو سيرفر هتلاقيه شبيه بالكور ولكن مش هيقدر يقدم كل الخدمات اللي بيقدمها بكور هيقدم بعض الخدمات المعينة ولذلك فيه طريقة فيه طريقة لازم نعملها علشان نقدر اني احنا نعمل السيرفر كور دوت ازاي يا باشا قال لك خش الاول على السيرفر بس كده احنا محتاجين نروح مثلا على البرتشن الدي مثلا وهننزل هنا النانو سيرفر فانا مثلا هعمل فولدر كده واسميه نانو بالمنظر ده مثلا فانا عارف ان انا هعمل الموضوع ده فين في قلب الدي برتشن في قلب فولدر اسمه نانو طيب محتاجين بقى ان احنا نروح نفتح استوانة الويندوز فاستوانة الويندوز انا حاططها هنا هو ويندوز 2016 right click mount ده ايزو فايل كده فالايزو فايل ده لما انا عملته بهذا المنظر لقيت جواه فولدر اسمه نانو سيرفر خلينا ناخده كوبي كده كوبي ونروح نحطه على الدي بارتشن فانا دلوقتي هيبقى عندي تو فولدر فولدر اسمه نانو سيرفر اللي انا جايبه من استوانة الويندوز وفولدر تاني اسمه نانو اللي انا هحط فيه النتيجة اللي انا او نتيجة الشغل اللي انا هشتغله دلوقتي طيب لازم عشان اعمل النانو سيرفر ده وتستخدم cmdletpower shell comment فهروح للstart menu واقوله ان انا عايز الpower shell اكتب كده power shell فهلاقي مسلا الpower shell اهو فهقوله right click ya power shell run as administrator فالpower shell فتح بالمنظر اللي سيتك شايفه دوت فهروح ام للباص اللي فيه نانو سيرفر اهو فين او احتاج اعمل الفلش كده ماشي فهلاقي عندي في باس اسمه نانو سيرفر لما تفتحه هتلاقي جواه حاجة اسمها نانو سيرفر جينريتر فانا محتاج اروح لدي بارتشن فهكتب دي بارتشن واكتب سي دي نانو سيرفر نانو سيرفر او دخلت في حتة غلط نانو سيرفر وبعد كده اقول له سي دي نانو سيرفر جينريتر المنظر اللي انتو شايفينه داوت طيب لازم يعني الباورشيل بيكون في بعض الموديولز يعني لو قلت له جيت داش او هيفن يعني موديول هيجيب لي الموديولز اللي شغالة اللي اقدر بنان عليها الراون كومنز عندي فعلشان اقدر اشتغل على النانو سيرفر لازم اعمل امبورت للموديول بتاع النانو سيرفر امج جينريتر دا لان هو باي ديفورت مش موجود فالحظ انا عندي كم موديول هنا واحد اتنين ثلاثة طيب هقول له امبورت dash او هيفن موديول space dot backslash نانو سيرفر جينريتر منظر اللي انتو شايفينه دا كده هيفن verbus هو الراجل اللي عامل الموضوع دا قالنا هو دا command او cm delete اللي هتستخدمه وقول له enter فهو دلوقتي اللي عمله انه هو عمل امبورت للموديول اللي ليها علاقة بهذه الجزئي فهقول له جيت موديول تاني فهتلاقيهم بقوا اربع موديول مش تلاتة من ضمنهم اللي اي نانو سيرفر جينريتر طيب كويسا ننفذ بقى command اللي هيخلينا نقدر نعمل هذا الموضوع command بيقول new nano server image وطبعا ال command دا ما كانتش هيشتغل معايا طبعا لما بادوس على tab بيتكمل لوحدها بيتكمل لوحدها يعني command موجود لو ما كملتش يبقى فيه مشكلة فما كانتش هيشتغل الا بعد عملية الامبورت لهذا الموديول فهقول له nano new nano server image dash edition الedition بتاعنا يا ترى هو ايه هو standard ولا data center لا بالنسبة لنا standard اوكي طيب بعد كده عندي deployment type deployment type في عندي منها كذا نوع او نوعين نوع اسمه host ونوع اسمه guest النوع اللي اسمه host بيستخدم لو انا هطلع النانو server image ديت في ان انا استخدمها لاحقا ان شاء الله في windows deployment service مثلا او ان انا هحطها في قلب hard disk فتبقى هي ال potable image يعني لما لما الناس تيجي تشغل السيرفر السيرفر كور هو اللي هيشتغل لان دايما يعني لما هنكون بنعمل السيرفر كور دوت هنبقى محتاجين ان احنا نحطه على على جهاز فيزيكال ولما يقوم نبتدي نمنج هذا السيرفر كور فعشان نعمل هذه الجزئية لازم نختار deployment type اسمه host بالمنظر ده ولكن الحالة اللي انا شغال فيها دلوقتي هي حالة مختلفة ايه هي الحالة مختلفة حضرتك ان انا هطلع النانو سيرفر دوت او النانو سيرفر image وشغالها على hyper v عشان تشوفوها لو شغلتها على كيسة جنبي انتم هتشوفوها ازاي فساعتها لو انا هشتغل على hyper v host يبقى مش هختار ال option الاسمه host ولكن هختار ال option الاسمه guest بهذا المنظر طيب بعد ما بعمل كده بقوله target bus يعني الكلام دوت هيتحط فين اهو target bus فقوله هيتحط في ال d colon backslash نانو سيرفر هو اكمل تحت نانو بس اضغط enter بقى كده اداني error قال لي target bus فين هو target bus بتاعك عرفت منين الكلمة دي ما هو ما اقل لي target bus طيب ما انا كاتبه لهو target bus اه انا كتبت له target bus بس ما كتبت لهو اسم النسخة فهيسميها مثلا nano.vhd هيطلحها في شكل hard disk نوع vhd او vhdx مثلا هضغط enter فهيقول لي حط password administrator كتبتها طبعا كان نفسي ان هو الراجل دي يقول لي اعمل confirmation لل password ولكن هو ما اعملش كده فالراجل ما شاء الله بيبتدى يشتغل اهو لو رحت للفولدر اللي اسمه nano انه هلاقيه هيبتدي يظهر هنا لما يخلص او لم يجي عند نقطة معينة فهنفدر مستنين لغاية ما الكلام ده يخلص خلص خلص وخرج ال hard disk بالمنظر اللي انتو شايفينه ده مساحت 492 ميجا ال error اللي فوق ده ما ناشدعه فيه بيه ده ال error القديم فالبروسيس خلصت خلاص فانا علشان اشوف النانو سيرفر دوت في الحالة بتاعتي يبقى هاجيب ال hyper v تاني واقول له new virtual machine واقول له next وروح اقول له ان الماكنة دي او الفيرشوالية دي اسمها nano وحطاها فين هحطاها في نفس الباص اللي كنا بنحط فيه الفيرشوالات في الاي في الفي ام اعمل فولدر كيه واسميه nano بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت double click عليها وسيلكت الفولدر فهو ده الفولدر اللي هنحط فيه الفيرشوالية جيل اول ولا تاني اول مش فارق معايا الميموري الفاربع وعشرين واقول له next ومش هيكونكت بمين بكارت ناتورك next فين ال harddisk عمل لك harddisk جديد لا ما تعمليش harddisk لان ال harddisk already existing موجود قبل كده موجود فين موجود في براوز موجود في ال d في فولدر اسمه nano هو ده اللي انا لسه عامله جديد واقول له next وقول له finish واقول له connect ثم start start فالان هو فتح خلاص بيقول لي انت اسمك ايه يا عم اقول له اسمي administrator والباسورد اللي انا كنت دخلتها وهو بيسألني في الاول خالص دوست تاب عشان انزل على الخانة اللي بعديها والدومين لو انت عامل دومين لكن انا لسه ما دخلتش في المرحلة دي فاضغط enter please wait وابتدى يدخني اقدر ان انا استخدم ال options دي عشان افتح مثلا خش في ال networking مثلا واغير في ال ethernet بتاعي بدل ما هو اخد 169 اللي قلتلك عليها بكده ان هو ابيبة اقدر ان انا اغيره من خلال مثلا ان انا ادوس F4 فابتدى اقدر ان انا اخدش جوه هذه ال options وابتدى اعدل فيها يعني هنا بتاحت قال لي ان ال IP version 4 هو F11 فادوس على F11 عشان اقدر ان انا اغيره وانا خايف بس ادوس على اي زراير كده التسجيل يقف ولا حاجة فعشان كده ما بكملش فبعد ما بنعمل القصة دي بنقدر نعمل لها manage من داخل سيرفر اخر ونضيف الرول فبناء عليه باستفيد من كل الرسوم السورس اللي موجودة داخل السيرفر بتاعي لو لو الموضوع دوت انت انت فيه فهتلاقي ان جوه الفولدر اللي انا جبته من الستوانت الويندوز اللي اسمه نانو سيرفر جوه حاجة اسمها فيها كل الرولز اللي ممكن يعمل لها سابورت هذا السيرفر او هذه النوعية من الوبراتينج السيستم والمعلومة الدائمة اللي عايزك دائما تبدل فاكرها ان النانو سيرفر مش هيبقى دومين كنترولر ايه هو دومين كنترولر هنعرف بعضين بس مش هيبقى دومين كنترولر حطها معلومة في دماغك كده تمام زي معلومة الابيبة اللي انا قلتلك عليها مايكروسوفت عاملة طول اخرى اسمها نانو سيرفر ايميج بلدر بيقول انت عايز تعمل ايه هنكريات نانو سيرفر ايميج نانو سيرفر ايميج ناكست تمام بيقول لي فين مكان الويندوز سيرفر سيدي فاقول له في البي سي اهو في قلب السيدي روم اهيه واقول له ناكست هوافق على اللايسنز واقول له ناكست هيقول لي عايز تحطها فين هحطها مثلا في قلب الفولدر اللي اسمه نانو برضو هو هو وسميها واحد اين ثلاثة مثلا وهيبقى الاكستنشن بتاعها في اتش دي الماكسمم سايز بتاع الهارد ديسك ده هيبقى ايه فهو بايدفولت اقيل له تمانية لو انت تلاحظ ان انا لما عملته بقى خمسمية ميجا فحاجة صغيرة جدا ولكن هو بيقول لي تمانية عايز تزود زود يطار هتشغلها على virtual machine ولا هتشغلها على physical machine فاكرين لما كتبنا command line وقلتلك deployment type عايزه host ولا عايزه guest فالoption ده بتاع virtual machine هو ده guest لكن ده بتاع الهوست فانا هخليها virtual machine image والlook file هتحط في نفس الفولدر برضه next next بيقول لي اختار deployment type طبعا لسه مش شغال عشان بيلود من فوق هنا كده تلاقي البرده هيتحرك دلوقتي اهو بيتحرك فهو واقف by default على data center فانا بفضل مستاني لغاية ما اللود ده يخلص علشان اختار standard اللي انا كنت باشتغل عليه فطبعا اي واحد يقول لك طب انت واجع دماغنا من اول ليه بالcommand line او cmdlet اللي انت كتبت ودوت ويمبورت مديول واكتب نيو نانو سيرفر ليه كل القصة دي لان القصة دي هي اللي هتجيلك في الاجزام لانت لما اشار لحتة cmdlet يبقى على طول ترمى بيشير اليها تعرف على طول ان هي مطلوبة فانا مش اختار data center ولكن اختار standard هيقعد يلف شوية برضو كده وفي command line او cmdlet line اللي انا كنت كتبه قبل كده كان ممكن نضيف بارامتر زيادة زي ما كنا بنكتب كده media bus او deployment type او edition ممكن نكتب باس اضافي اسمه packages ان احنا نضيف فيه رول معين بدل بدل ما ننزل ال windows وبعد كده نروح نعمله manage ولما ليجي نعمله manage نقول له ان احنا عايزين نضيف رول مسلا ونفترض ان الرول اللي احنا عايزين نضيفه ده اسمه hyper v فبدل ما تروح تضيفه بعد كده اعلم عليه هنا على طول عشان يضاف معاك automaticly واكتب وعمل next ضيف اي drivers انت اعايزها اكتب اسم الماشين اكتب الباسو بتاعة ال administrator time zone لو هيجوين لدومين ال network كل التفاصيل اللي انت محتاجها next of next of next ففي الاخر هيتلعلك ال hard disk اللي احنا عملناه دوت اللي هو ال nano hard disk image بدل ما هي تبقى نسخة فاضية كده زي ما احنا عملناها لا هتكون نسخة فيها configuration جاهزة فاحنا لغاية دلوقتي قدرنا نعرف ان احنا ازاي نعمل machine gi ونعمل machine core ونعمل machine nano server اشكركم من حسن استماعكم والقاكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته